السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الصف السابع إن شاء الله درسنا اليوم عن معدل الوحدة حكينا المرة الماضية عن دعريف المعدل وعن معدل الوحدة وحكيت لكم لما أطلب منكم معدل الوحدة في السؤال يجب أن يكون المقام واحد يجب أن يكون المقام واحد هل إن شاء الله اليوم نكمل فكرة الدرس من خلال حل مثال 3 صفحة 10 يحتوي 50 جرام من الجوافة على 114 ميلي جرام من فيتامين C كل 50 جرام أنا بتناولها من الجوافة بتزودني بجسمي 114 ميلي جرام من فيتامين C ويحتوي الفلفل الأصفر كل 12 جرام ونص من الفلفل الأصفر بيحتوي على 30 ميلي جرام من هذا الفيتامين أي الصنفين يعد مصدر أفضل لفيتامين C يعني أي الصنفين في نسبة الفيتامين C عالية كيف بدي أعرف تطلعوا معي يامس أول إشي حطات المعطيات كل 50 جرام أنا بتناولها من الجوافة بزودني 114 ميلي جرام من فيتامين C وكل 12 جرام ونص من الفلفل الأصفر بيزودني 30 ميلي جرام من فيتامين C تمام؟ هلأ كيف بدي أوجدها؟ بدي أوجدها أول إشي الفكرة إني بدي أوجد أول إشي باجي بمسك الجوافة أي الجوافة بدي أوجد لكل واحد جرام من الجوافة كم يحتوي على فيتامين C والفلفل الأصفر من نفس الإشي كيف بدي أوجدها من خلال معدل الوحدة معدل الوحدة حكينا أول إشي بنعمل كسر كبير تمام؟ شو بنحط بالبسط؟ بنحط بالبسط اللي هي مقدار فيتامين C اللي هي ميلي جرام شايفينها يامس؟ ميلي جرام 114 ميلي جرام من فيتامين C على 50 جرام من الجوافة 50 جرام من الجوافة هلأ هون أنا ما عندي ما رح أسوي الخطوة إنه أحول القسم للضارب إنه ما في عندي كسور هون بقسم عايش على طول هلأ هون طلعوا عليش رح أسويها ميلي جرام على 50 جرام هلأ لما أنا أوجد معدل وحدة شو حكينا الشرط؟ الشرط لما أوجد معدل الوحدة إنه يكون المقام واحد يجب أن يكون المقام واحد فعشان هكي بدي أخلي هون المقام واحد؟ بخلي المقام واحد من خلال إني أقسم البسط والمقام على 50 هون تقسيم 50 تقسيم 50 شو بطلع عندي الجواب؟ بطلع عندي الجواب مية واربعتاش تقسيم خمسين بطلع عندي 2 و28 بالمية بطلع عندي 2 و28 بالمية ميلي ايجرام على واحد ايجرام تمام يعني كل واحد ايجرام انا بتناولها من الجوافة بتحتوي على 2 و28 ميلي ايجرام من ايج فيتامين سي من فيتامين سي تمام طب نيجي هلأ للفلفل الاصفر باج بكتب هون الفلفل الاصفر الفلفل الاصفر هلأ هون باج الفلفل الاصفر كل سريه قدش بحتوي على فيتامين سي قول ش بسوية كسر بعتوي على فيتامين سي تلاتين ميلي غرام باج بحط تلاتين ميلي غرام تمام? اجداش الجرامات اللي هم 12 ونص 12 ونص جرام تمام هلأ عشان اوجد انا معدل الوحدة هون لازم يكون المقام واحد كي بدي اخلي المقام واحد بدي اقسم ع 12 ونص فهون تقسيم 12 ونص تقسيم 12 ونص بطلع عندي معدل الوحدة 30 تقسيم 12 ونص بطلع عندي 2 و4 بطلع عندي 2 و4 ملي جرام تمام وهون واحد جرام يعني كل واحد جرام انا بتناوله من الفلفل الاصفر بزودني 2 و4 بالعشرة ملي جرام تمام هلأ شو راح اسوي هون راح اجيب الجوافر الرقم اللي طلع عندي من الجوافر اللي هو الرقم ايش 22 و28 لكل جرام هايها 22 و28 هذا بزودني الجوافة تمام وبحط هون اللي هي النسبة التانية هي 2 و4 اللي هي الفلفل الاصفر هاي 2 و4 فلفل اصفر تمام هلأ بدي اقارن اي وحدة فيهم اكبر تمام هلأ هون كل واحد جرام من الجوافة بزودني 2 و28 بالمية فيتامين سي وكل واحد جرام من الفلفل اصفر بزودني 2 و4 بالعشرة من فيتامين سي تمام كيف هون بدي اوجد من الاكبر هلأ هون باجي بتطلع يا ميس اخذنا بالفصل الاول كيف انا اعرف الاكبر والاصغر باجي بتطلع هون عندي اتنين وهون عندي اتنين تمام وهون فاصلة عشرية وهون فاصلة عشرية هون اتنين وهون اربعة فرح مين تطلع اكبر رح يطلع اكبر الفلفل الاصفر الفلفل الاصفر اذا انا اللي هو مصدر افضل لفيتامين سي هو الفلفل الاصفر تمام نيجي هلأ نحل مع بعض اتحقق من فهمي صفحة 11 اتحقق من فهمي صفحة 11 اشترت ميسا اربعة وخمسة كيلو جرام من التفاح الاحمر نيجي بنحط هون التفاح الاحمر اشترت ميسا قديش اربعة على خمسة كيلو جرام تمام قديش المبلغ لدفعته في التفاح الاحمر واحد واثنين جي دي يعني دينار اردني تمام طيب وكمان شرت تفاح اخضر تفاح اخضر يعني لازم احط المعطيات قديش شرت كيلو جرام شرت خمسة على تمانية كيلو جرام من التفاح الاخضر مبلغ واحد وخمسة وعشرين او دينار وخمسة وعشرين دينار وخمسة وعشرين هذا جي دي اللي هو ثمن التفاح الاخضر تمام هلا شو طالب مني اي نوعي التفاح سعره اعلى يعني اي من انواع هاي سعرها ايش اغلى تمام شو رح اسوي رح اوجد معدل الوحدة يعني بدي ابلش في التفاح الاحمر اوجد الكيلو جرام اكم سعره سوري الواحد كيلو كم سعره ودأوجد التفاح الاخضر الكيلو الواحد كم سعره وبعدين اقارن بناتهم ايهما سعره اعلى تمام خلينا نبلش في التفاح الاحمر لما يجيك سعر لما يجيك سؤال فيه سعر او ثمن بتكون دائما السعر بالبسط بيكون دائما السعر في البسط تمام هلا هون بجيب اشارة الكسر هاي كسر كبير قديش التفاح الاحمر سعره دينار وعشرين او واحد واثنين بالعشرة فباجي بحكي واحد واثنين بالعشرة جي دي تمام هلا قديش شرط هي اربعة على خمسة هاي بحطها في المقام اربعة على خمسة كيلو جرام تمام هلا نيجي هلا هون شو رح اسوي هون عندي البسط رقم والمقام عندي كسر شو رح اسوي بنزل البسط كما هو اللي هو واحد واثنين بعدين اشارة القسمة تحول لضرب بعدين بالمقام بعكسه تمام بيصير البسط مقام والمقام بسط فبتصير هون على خمسة على اربعة ويساوي واحد واثنين بالعشرة ضرب خمسة بتطلع عندي ستة تطلع عندي ستة على اربعة لانه هاي مقامها ايش اي مقامها واحد يعني واحد واثنين بالعشرة ضرب هاي هون اشارة ضرب خمسة يساوي ستة واحد ضرب اربعة يساوي اربعة تمام انا هيك لسه ما اوجد معدل الوحدة ليش لانه عندي المقام اربعة حكينا لما اوجد معدل الوحدة يجب ان يكون المقام واحد وش رح اسوي رح اقسم على اربعة رح اقسم على اربعة فبطلع عندي الجواب ستة تقسيم اربعة بطلع 6 تقسيم 4 بطلع 1 ونص تمام بطلع عندي 1 ونص جي دي لكل 1 كيلو جرام يعني الكيلو الواحد من التفاح الأحمر سعره دينار ونص الكيلو الواحد من التفاح الأحمر سعره دينار ونص هلأ منيجي للتفاح الأخضر منيجي للتفاح الأخضر نسوي نفس اللي سويناه بالتفاح الأحمر بسوي كسر سوري هاي اشارة الكسر بنحط في البسط قديش ثمن التفاح الاخضر ثمنه دينار وخمسة وعشرين او دينار وربع تمام فبعجي بحط جي دي قديش شرط الكمية شرط خمسة على تمانية كيلو جرام فبعجي بحكي خمسة على تمانية كيلو جرام تمام هلا هون شو راح اسوي لحنزل البسط كما هو واحد وخمسة وعشرين بعدين القسمة تحول لضرب وخمسة على تمانية تقلب بتصير تمانية تقسيم خمسة ويساوي دينار وربع ضرب تمانية بطلع عندي الجواب عشرة بطلع عندي الجواب عشرة وهون هاي مقامها واحد واحد ضرب خمسة خمسة طيب هون لسا انا ما اوجدت معدل الوحدة ليش انه انا عندي المقام خمسة لازم المقام يكون واحد لما اوجد معدل وحدة فبعجي بحكي تقسيم خمسة تقسيم خمسة ويساوي عشرة تقسيم خمسة اتنين جي دي على خمسة تقسيم خمسة واحد كيلو جرام تمام هلا هون باجي بحط مقارنة بحط التفاح الاحمر هون هاي تفاح الاحمر سعر الكيلو دينار ونص سعر الكيلو قديش طلع عندي دينارين تمام هلا باجي بقارنة بناتهم اي اللي سعره الاعلى دينار ونص ولا دينارين دينارين فبيجي هون اذا التفاح الاخضر اغلى او اعلى سعلا من التفاح الاحمر تمام نيجي هلا نكمل نيجي اتكمل اتدرب واحل المسائل عندي صفحة 11 سؤال اربعة يمكن لمتسابق جري بطيء قطع مسافة ثلاثة على خمسة كيلو متر في 1 ع 12 ساعة اجد معدل ما يقطع المتسابق في الساعة الواحدة تمام طيب طلع علي مس هون شو راح نسوي اول اشي بقولك المتسابق ممكن انه يجري جري بطيء يعني عماله بيجري متسابق جري بطيء بيقطع بهذا الجري البطيء ثلاثة على خمسة كيلو متر يعني هون مقدار ما قطع المسافة اللي بيقطعها ثلاثة على خمسة كيلو متر تمام في قديش بقطعها هاي المسافة في واحد على اتناش ساعة تمام هلا شو بيقولك اوجد معدل ما يقطعه متسابق في الساعة الواحدة شو راح نسوي نوجد معدل الوحدة او معدل المسافة اللي طالبها شو راح نسوي نحن نسوي بسط كبير سوريا لاشارتي الكسر الكبيرة بنحط في البست المسافة اللي قطعها بنحط في البست المسافة القطعها قديش قطع ثلاثة على خمسة كيلو متر قديش قطعها في واحد على اتناش ساعة هالا هون شو راح يسوي ثلاثة على خمسة بتنزل نفس ما هي والقسمة تحول لضرب والساعة تعكس البست بصير مقام والمقام بصير بسط تمام لانه كسر فبصير هون 12 على 1 يساوي 3 ضرب 12 اللي هي 36 36 و 5 ضرب 1 5 بس هون انا ما اوجدت معدل الوحدة ليش ما اوجدتها لانه انا عندي المقام 5 عندي المقام 5 فهون باج بحكي تقسيم 5 تقسيم 5 عشان يصير المقام 1 لانه لما اطلب منك معدل الوحدة يجب ان يكون المقام 1 فبيساوي هون 36 تقسيم 5 بطلع عندي 7 و 2 7 و 2 كيلو متر في ايش في الساعة الواحدة تمام في الساعة الواحدة بقطع هذا المتسابق في الجري البطيء 7 و 2 كيلو متر تمام نيجي هلأ لسؤال 5 يقدم احد المحال التجارية عرضا لبيع 12 عبوة من المياه المعدنية بتلات دلانير وستين ارش اجد سعر العبوة الواحدة يعني هون عامل عرض ننشوف ازا هي العرض تبعه انه سعره مناسب ولا لا كيف نتأكد نوجد معدل سعر المياه المعدنية كي بدي اوجدها اول اشي هون بقول لك يقدم احد المحال التجارية عرضا لبيع 12 عبوة يعني قداش كم عبوة باع 12 عبوة بيقدياش بتلات دلانير وستين ارش تمام هلأ شو راح اسوي راح اوجد معدل سعر المياه المعدنية العبوة الواحدة كي بدي اوجدها اول اشي بسوي اشارة الكسر قلنا دائما لما يكون عنا سعر بنحط السعر دائما في البسط دائما بنحط السعر بالبسط فهون تلاتة وستة جي دي على 12 تمام هلأ هون ما في يعني البسط ما في كسر والمقام ما في كسر فما فيش داعي اني انا ايش اني انا اضرب واحول القسم الاضرب تمام فهون شو راح اسوي راح اطلع على المقام والمقام لازم يحول هون حوليش 12 عبوة 12 هون لازم يكون المقام لأوجد معدل معدل حكينا لازم يكون المقام عنا واحد لازم يكون عنا مقام واحد كي بدي اخلي هون المقام واحد بدي اخصم على 12 هون تقسيم 12 هون تقسيم 12 فبطلع عنا يساوي 3 و 6 تقسيم 12 بطلع عنا 3 بال 10 بطلع عنا 3 بال 10 تمام جي دي العبوة الواحدة هي واحد عبوة يعني العبوة الواحدة بتطلع عنا 3 بال 10 جي دي تمام ويعطيكم 1000 عافية